تنظيم سوق العمل وعدد من الإعلاميين حيث أعلن العبس عن توسعة النطاق الجغرافي للجائزة لتنتقل من كونها مسابقة محلية إلى مسابقة خليجية تستقطب المواطنين الخليجيين والمقيمين في دول الخليج ممن تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر والسادسة والعشرين للمشاركة في النسخة الثانية التي يبلغ مجموع جوائزها خمسين ألف دولار أمريكي عبر إعداد عمل فني يتمثل في فيلم قصير لا تتجاوز مدته الدقيقتين أو إنتاج تصميم إعلامي على شكل ملصق يؤثر بصورة إيجابية على الجمهور المتلقي وعمد رئيس اللجنة العليا للمسابقة على تبيان الهدف الذي تحمله النسخة الثانية منها والمتوحمرة حول تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام العملة الوافدة من خلال إشراك الشباب في توعية المجتمع باعتبارهم عماد المستقبل في العام الماضي وصلت عدد المشاهدات للمشاركات المسابقة إلى أكثر من سبعمائة أو خمسين ألف مشاركة هذا النجاح دعانا إلى أن نتوسع في هذه المسابقة في هذا العام ونجعلها على المستوى الخليجي بدل أن تكون على المستوى المحلي وبالشراكة مع شركة زين الاتصالات سوف نقدم الجوائز التي تخاطب الشباب البحري الخليجي على مستوى دول مجلس التعاون تطلق هذه المسابقة في الأول من ديسمبر من هذا العام وتستمر حتى شهر يونيو من العام القادم سوف يتم الترويج للمسابقة ولهذا الموقع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتويتر وفيسبوك وغيرها على أساس أن الشباب الخليجي بصورة عامة يعتمد كثيرا على هذه الوسائل للحصول على المعلومة فستكون الوصول إليه أسهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر